إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم أعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة في أقليم كردستان لطاحة بوحدة من أخضر شبكات تهريب المخدرات في الأقليم بعملية نوعية في مدينة كاركوك وأجاء في بيان للمديرية أنه بعد المتابعة وجمع المعلومات التفصيلية واستحصال أمر قاضي تحقيق الأسائش قام فريق من المديرية وبالتنسيق مع مديرية مكافحة المخدرات الاتحادية وبمشاركة مديرية مكافحة المخدرات في كاركوك وفي سلسلة عمليات استمرت أكثر من 12 يوما تم القبض على شبكة كبيرة لتهريب المخدرات مكونة من 14 مشتبها به في مدينة كاركوك وأشار البيان إلى أنه تم ضبط 23 كيلوغراما من مدات الكريستال المخدرة نافتا إلى أن هذه الشبكة تعد من أخطر شبكات تهريب المخدرات إلى أربيل ودهوك وزاخو حيث كانت ترسل أسبوعيا كميات كبيرة من هذه المخدرات إلى الأقليم ويتم خداع الشباب الكردي بها وأنوها البيان إلى أنه من المنتظر أن تعلن وزارة الداخلية العراقية الاتحادية عن العملية في مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة